أتعلمون ماذا يحصل للعبد الذي يتكلم عن أسياده؟ بالمناسبة أنا لا أصف هذا الشخص بأنه عبد لكن هو من يصف نفسه بأنه عبد وله أسياد كثيرين من البشر فمولاه فلان ومولاه فلان كما تلاحظون دعونا نرى ماذا يتكلم العبد عن أسياده يقول العبد الوضيع الجبان إن ريمون فتان وبشار كلب الكلب الذليل الوضيع الحقير هو من يظهر بحسابات أهمية ولا يظهر بحسابه الحقيقي ولا شكله ولا صورته فهذا هو الذليل هذا هو العبد هذا هو الحقير الكلب الذي يعض أيدي أسياده أولا ريمون تاج راسك وشرفك لأنه بطل ويظهر بحسابه الحقيقي وشكله وجهه بس انت واللي على شاكلتك كلكم في طمات سون زبانة بغلات الرجال لأنك مرى ومتخفي وراء حسابات وأهمية لا بل والمرى أشرف منك بمليون مرة لذلك أقول انتظروا مني المزيد يا عبيد هذا ليس اسلوبي مع أبناء المسيح فأنا مع أبناء المسيح محب ومتسامح لكن أبناء الشيطان أمثالك يستحقون أكثر من ذلك وإن عدتم عدنا وأتينا بالمزيد مع كل احترامي واعتزازي بالمتابعين الراقين أصحاب المبدأ أقول تز بيك وتز بكل عبد وضيع ذليل على شاكلتك وما أتشرف أن عبد ذليل ذمي مثلك يتابعني واللي تابعني مثلك أسوي لبلوك وذبه بمزبلة الصفحة وتز بيك مليون مرة وتز بأمثالك وإذا أنت وأمثالك تهتمون بالمتابعات أحب أقول لك أني خلال كم يوم صار عندي 16 ألف متابع أشوف الصورة ولو بقيت أنشر فيديوهات تخص مهنتي وهواياتي وفيديوهات تخص هذا العالم كان عندي هسه بالملايين لكن هذا كله ما همني تركت كل هالأشياء وجيت أبشر ودافع عن اسم المسيح ما فكرت ولو بلحظة بشهرة ولا بفلوس ولا اهتميت حتى الحياتي وصرت أظهر وأتكلم باسم المسيح وواجه الكل والمحاربات صارت ضدي من الداخل ومن الخارج لكن لا يهمني شيء ولن يردني شيء عن التبشير والتكلم باسم المسيح فكما يقول الرب يسوع المسيح الذي يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الخلف وبالمناسبة عندما بدأت أتكلم باسم المسيح قطعت عهدا على نفسي أن لا أأخذ ولا سنت من أرباح التيك توك فالرب يسوع المسيح يقول مجانا أخذتم مجانا أعطوا وهدفنا هنا مو ربح الفلوس بس خلاص النفوس بل على العكس تعرفت من خلال التيك توك على أناس حالتهم المادية سيئة جدا فتبرعت لهم من حسابي الخاص ومن حاجتي كي أساعدهم وكل الأموال التي تأتيني من خلال التيك توك أحولها مباشرة للمحتاجين نراكم في فيديو آخر ورد جديد على أبناء إبليس تحياتي ومحبتي كان معكم أخوكم بشير من صفحة وقناة الحياة مختلف محاورها مع بشير على يوتيوب والتيك توك اشتركوا في القناة